اشتركوا في القناة اركان المملكة عناية خاصة وعزز من دور مؤسساتها والية عملها حتى باتت البحرين اليوم حتى انظر العالم وموضع اشادة دائمة من قبل المجتمع الدولي جلال ملك البلاد المعظم مقاليد الحكم ومملكة البحرين تحقق انجازات وطنية ومكتسبات تنموية بفضل السياسة الحكيمة والنظرة الثاقبة لجلالته والتي بثق عنها ميثاق العمل الوطني حيث قاد جلالة الملك المعظم بكل حكمة وحنكة المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين عبر نهجه الديمقراطي المنفتح الذي تفضل جلالته بوضع اسسه ومبادئه المتقدمة لتعزيز الحياة البرلمانية والمشاركة السياسية في مختلف المحافل فتعززت دولة المؤسسات والقانون وتعظم التكامل والتعاون بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية كما ويدعم جلالته عمل الحكومة الموقرة لتحديث وتطوير الأداء الوطني بأجهزته وأنظمته وخدماته لتقديم أفضل وأجدد الخدمات والاحتياجات بجودة عالية وإتقان تام ولأن المواطنة كان وما زال هو محور التنمية فلطالما وجه ملك البلاد المعظم إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين والمقيمين من خلال توفير الأساسيات الرئيسية وكل ما يلزم فأولى جلالته ملف الإسكان عناية خاصة لتوفير السكن الملائم للأسرة البحرينية ولأن الأمم لا تنهض إلا بالتعليم والتعلم أمر جلالته بتوفير بيئة مدرسية وجامعية متطورة ببنيتها ومناهجها وكوادرها تواكب متطلبات العصر وتحدياته وفي سبيل خلق مجتمع آمن صحيا حرص عاهل البلاد المعظم على توفير تقطية صحية شاملة ومتكاملة تجابه مختلف التحديات لا سيما الجائحة العالمية وتحوراتها كما ونال القطاع الاقتصادي نصيبا من اهتمام جلالته للنهوط والتنويع الاقتصاد الوطني ومتابعته المستمرة لخطط التعافي الاقتصادي وبرنامج التوازن المالي كما ويحظى قطاع النفط والغاز بعناية خاصة من لدن جلالته فتمخض عنها نجاحات عديدة جاء آخرها الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي هذا وعسز جلالة الملك المعظم التشريعات والقوانين التي تكفل حماية البيئة من جميع الملوثات ودعمه للجهود الدولية بمواجهة التغيرات المناخية لتحقيق التوازن البيئي واستدامة الموارد الطبيعية وعاشت المرأة البحرينية في ظل عناية جلالة الملك المعظم حياة كريمة جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل فنراها اليوم تشقل العديد من المناصب الهامة في الدولة كما وحظي الشباب باهتمام خاص من قبل جلالته من خلال توجيهه المباشر في إطلاق حسمة من المشاريع والمبادرات التي تسقل مواهبهم وتدعم من قدراتهم هذا ويعيش القطاع الرياضي على مختلف أنواعه في ظل متابعة جلالته أصره الدهبي والذي أسهم في وصول البحرين إلى مختلف محافل التدويج ناهيك عن حرص العاهل المعظم على التواصل مباشرة وزياراته المستمرة لحماة الوطن المخلصين كما وعزز حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم مبادئ صون واحترام حقوق الإنسان الأمر الذي تمخض عنه العديد من القوانين التي تراعي وتحفظ كرامة الإنسان بجانب ترسيخ جلالته حفظه الله سياسة السلام وقبول الآخر والتعايش بين مختلف الأديان والمذاهب فباتت البحرين اليوم بفضل قائدها واحة للسلام والتعايش بين مختلف شعوب العالم هذا وتواصل مملكة البحرين بقيادة قائدها ونظرته الثاقبة في الحفاظ على تماسك البيت الخليجي وتفعيل سياستها الخارجية المساندة في المنطقة من خلال مبادراتها ومساعيها الدبلوماسية والودية التي عمل على توثيقها العاهل المعظم لخير والصالح البشرية جمعاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر